بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أهلا بكم هتكلم تاني للمرة التالتة على الأدوية بتاعت الطفائليات لأن جد جديد فيها وفيه تعليقات جات لي كتير على الفيديو الأخير اللي عملته أنا كنت تكلمت عنها في بحث 12 من أكتر من 3 سنوات عملوا أستاذ أورام في جامعة جونز هوبكنز وأستاذ في جراحات المخ اتكلم فيها عن دواء الطفائليات اللي هو المبندزول وإن هو ناجح جدا في علاج عشر أنواع من الأورام وقصوصا ورم البنكرياس وورم البنكرياس ده من أبشع وأشد أنواع الأورام اللي يعني بندور لها على علاج يكون فعالة نشرت البحث ونفسي ما كنتش مصدق الكلام ده يعني بس طبعا باحث كبير لازم ننوح للموضوع ونسيت الفيديو يعني زي أي فيديوهات ببحث كتير بنتكلم عنها اللي بيحتاجها ما حدش طبعا كان مهتم حتى بإنه يستخدم الحكاية دي ولا فيه أي طبيب مصري أو عربي حتى تواصل معايا ودور على البحث ووهتم المهم لوقات ما جيه من جيبسون عمل لقاء من أسبوعين كده أو أكتر وقال إن فيه أطباء أصدقائه بيستخدموا الأدوية دي مع المرضى وحالات السرطان متأخرة الدرجة الرابعة أو حاجة زي كده وجيب معاهم نتيجة كويس فأنا عملت حلقة تانية أجاوب على الأسئلة وتاعة المرضى الأورام وجد جديد بقى إن إحنا حصل إن فيه فيديو عامل أستاذ كبير في الأورام استخدم الدوين دول مع المرضى بتاعه ويقول إن هو استخدمه مع يعني حوالي ألف حالة وكان الرجل مبهور بطريقة أنا مشوفتهاش قبل كده مع أي دكتور متخصص في مجاله مبهور بالنتائج اللي بيحصل عليها مع المرضى والمرضى الأورام اللي حالتهم متأخرة فيعني أعرض ملخص الكلام اللي قاله وأحط الفيديو في أول تعليق ويثبته وأرجو إن الفيديو طبعا باللغة الإنجليزية أرجو إن يكون فيه ترجمة له عشان لكل الناس المتحدثين باللغة يعني يفهموا فأنا هقول ملخصه بسرعة إن يعني هو عالج أكتر من ألف حالة استخدم معاهم الإيفرمكتين وده علاجة فيليات واستخدم معاهم المبندزول والفنبندزول وكل الأدوية دي جابت معاه نتائج هيلاء جدا بالنسبة للإيفرمكتين أتكلم عن الجرعة بتاعته وقال إن هو بيديه للمرضى بتاعة الأورام وبعضهم حالتهم متأخرة جدا بيديه بجرعة واحد ملي جرام لكل كيلو جرام في اليوم لمدة خمس أيام ويريح المريض يوميا واحد ملي جرام لكل كيلو جرام يعني لو المريض وزنه سبعين كيلو جرام هياخد سبعين ملي جرام وهي طبعا جرعة عالية يعني إحنا عندنا الكابسولة بتاعة الإيفرمكتين للطفائليات فيها ستة ملي جرام بس هو بيقول لك الجرعة العالية دي هي نفس الجرعة تقريبا اللي استخدمت أيام الكورونا لمرضى اللي كان عندهم الفيروس بتاع الكورونا وكانهم عادي بيدوها لهم عادي يعني فهو بيقول إن ما قابلش فيها مشكلة الأعراض الجانبية اللي قابلها مع المرضى هي شوية حاجة اسمها confusion يعني يجي لهم زغلالة يجي لهم حلاوس بطرية فكانت لما بتزيد شوية بيوقف العلاج لغاية ما تروح وبعد كده بيكرر العلاج تاني والنسبة التحسن كانت عالية جدا ونسبة الشفاء كانت عالية جدا لدرجة إن هو مبهور والكلام دي بالنسبة للفين بندازول الدواء ده مش متوافق عليه متصرح بيه الكلاب فقط يعني حيوانات بس وانا كنت قلت في الحلقة إنه فعلا بيبدأ عنده مشاكل مع الكبد في بعض الحالات قال آه قابلني هو بيتدول للناس بيتدول الناس طبعا لأن في أمريكا صعب الحصول على دواء بدون وصفة طبية وهو كدكتور أورم ما يقدرش يقول مريض ده عنده ورم وبنكتب له المبندازول يروح يجيب فكان بيخلي المرضى تجيب من أماكن تاني يعني تروح تجيبوه من الكلام فتياخدوا الفيند قابل هو 3% من الحالات عنده وفعلا جالها مشاكل في الكبد تزيد عندهم الصفرة بيجرح الكبد عندهم ولكن إذا وقف العلاج في خلال أسابيع بسيطة 3-4 أسابيع الكبد بيرجع سليم وبيدرجع يستكمل لهم العلاج تاني ده بالنسبة للفينبندازول المبندازول بقى اللي هو يعني متوافق عليه فدي أبروفد موجود في السيداليات وبيوصف للبناء أدبين آمن جدا بتاخدوا الأطفال بياخدوه الكبار فيه منه شربة يعني شربة للأطفال وقراس والكلام ده الجرعة بتاعته أو القرص بتاعه فيه 100 ميلي جرام يعني الجرعة بقى اللي بيديها هو إذا كان بيدي المبندازول أو الفينبندازول لوحده بيدي 1000 ميلي جرام يعني القرص في 100 بيدي المريض 10 تقراس في اليوم لكن الطبيعي للطفاليات بيدي قرصين قرص الصبح وقرصه بالليل 200 ميلي جرام هو بيدي 5 أضعاف الجرعة يعني 5 تقراس الصبح و5 تقراس بالليل برضو بيريح المريض يوم أو اتنين بالكتير في الأسبوع وما بيوقفش العلاج معاه بيبدل ماشي بالعلاج معاه على طول إلا إذا ظهرت الحالات اللي قال عليها عندها جات لها حاجات في الكبد حتى لو حصلت مع المبندازول برضو بيوقفه يعني هو أمن جدا بس أنا في حالة في التعليقات قالتلي أنهم جالها الصفرة برضو في الكبد فطبعا اهنا بنوقف لغاية ما الكبد يرجع وكانت بتاخده مع أدوية الكيماوي بتاعتها اللي ماشي لغاية ما الكبد يعني يرجع هو الكبد بيرجع على طبيعته ده بالنسبة للكلام ده يعني يجي بقى لله يعني اللي هو الحالات الأورام لأن في أسئلة كتيرة تسألت قالت إيه الأورام اللي يعني ننفع فهو استخدمه الأورام الرئة استخدمه للبنكرياس للمخ أورام المخ قولون ذكر أورام كتير أنواع من الأورام وكلها في معظم الحالات جابت نتائج هيلة جدا جدا وتحسن كويس فيه كمان هو قال إن هو طبعا هو يعالج بيقول أنا عالجت ألف حالة فإنه واضح إنه المعلومة معروفة من فترة وما كانش حد يجرؤ إنه يتكلم فيها من الأطباء فإلا ممكن تسحب رخصته وكان بيقول كمان إن المرضى كان بعض يعني بيقول بيه الدكاترة اللي هم خايفة على المرضى بتبلغهم بالحكاية دي يعني في السر يعني عشان المرضى لما بتقول لدكاترة تانية فيه دكاترة تانية لما يروح يقول لنا باخد ايفرمكتين أو ماخد من بندازول الأطباء بيتخنقوا معاهم وإزاي تاخد حاجة مش في البروتوكول وممكن يهددوهم بوقف العلاج فإذا وقف العلاج يعني أنت بستتعالج دوية الأورام دي بملايين فهتبقى الدولة مش هتعالجت فكاد المرضى بياخدوه من غير ما يقولوا لدكاترة لدرجة سواء مع العلاج السرطان الكيماوي أو مع الأشعاء الإشاعي لدرجة إنه بيقوله إن حالة ذكرت له إنها هتعالجت بالإشاع والتحسن كان رهيب جدا من تاني جلسة لدرجة الدكتور بيقوله إزاي دي شيء غريب إنت إزاي من تاني جلسة يحصل عندك كمية الانقفاض في الورم ده بشكل رهيب فطبعا ولم يبرؤ المريض إنه يكلمه ويقوله إنه أنا باخد ايفرمكتين فالمهم يعني ده الملخص بتاع الجرعات والحالات اللي استخدمها الدكتور أو الطبيب ده مع المرضى بتقوله وده الهمني إن أنا أتكلم تاني لإن أنا كنت في الحلقة اللي فاتت ما قداش أقول الجرعة الجرعة المعترف بيها 200 ميلي جرام في اليوم ما عنديش معلومة تقول الجرعة بتاعة الأورام كام فالراجل ده قدم لنا يعني المعلومة المهمة إحنا هناخده قد إيه هناخده كام فقال بقى حاجة كمان برضو أنا باستجمع الأفكار اللي قالها قالك إحنا إما بنده لوحده بالجرعات اللي قلتها هنا دي دلوقتي أو بنده مع العلاج بتاع المريض يعني علاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي الأنظمة العلاجية المعروفة لحالات المرضى دي لو ادناه مع العلاج بنقلله الجرعة للنص يعني إيه يعني لو إيه فرمكتين بنده واحد ميلي جرام في اليوم مريض سبعين كيلو جرام يبقى سبعين لا بنده للنص نص ميلي جرام في اليوم نص الجرعة يعني بنقللها للنص وكذلك المبندازول بنده لإيه 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 للنص يعني ندي خمسمية ميلي جرام في اليوم خمسة إقراس بدل عشرة إقراس فبنقلل الجرعة للنص لإن إحنا بنساعد بقى دلوقتي مش بيبقى الأساسي مش العلاج إيه الأساسي بحاجة أنا بسيط على التعليقات عشان أخدها بسرعة كده يعني في ناس بتسأل على أورام معينة هل هو للورم البريتوني فهو طبعا الموضوع عاوز بحث طويل نشوف إيه اللي تجرب عليه الأورام أو نشوف أبحاث أو كده ولكن الأدواء دي يا جماعة هي أدواء التفايلية ولكن ثابتة سواء البحث اللي وصلني بتاع جونز هوبكنز أو سواء الدكتور ثابتة إنها فعاليتها لمعظم الأنواع فلا دايرة في إن إحنا نستخدمها في الأمر ده مع طبعا الأنظمة اللي إحنا ماشيين عليه دي حاجة استخدمه برضو لسرطان البرستاتا وهو أنواع كتيرة من الأورام يعني بالنسبة بقى للي برضو ناس بتتكلم إحنا مش لقيين العلاج طبعا الأدواء دي كانت متوفرة خالص فالشركات اللي وهي لا غير محتقرة وأكلموا برضو على الحكاية دي يا تليني ليه؟ ليه ما فيش تجرب على التلينيكية والكلام ده؟ لأن شركات الأدوية مش هتصرف على دوامش مهما هاش محتكي رائعي فالمشكلة إنك قتع سعارها رخيصة إنتوا عارفين إن الدنيا بتغلق فالشركات حتى بتاعيتنا دي بدأت تخسر ما تبقى علبة برشام فيها كم شريط وتبقى 3 جنيه أو 4 جنيه دول ما بيجيبوش أي حاجة فالشركة بتطلب رفع السعر ما بل ما يجي لها موافقة وتبدأ إنها إيه؟ تبدأ تعيد الانتاج تاني وأدوية الطفاليات الأخرى موجودة لكن لما يظهر ده وده مهم زي كده ممكن إيه؟ الأمور تمشي أسرع ويبدأ يتوافر فالمتوافر عندنا في مصر حاليا مش المبندزول يمكن يكون ده متوافر في بعض الطفاليات لكن حاجة اسمها الفلوبندزول الفلوبندزول هو هو فيه زرة بس بدل الهايدروجين حتوت زرة فلور ونفس الجرعة لأرص ميت ميلي جرام والكلام ده فيه كمان عندنا حاجة اسمها تينيدازول تينيدازول تمام؟ ده برضو برضو للطفاليات بيتاخد برضو شربه مرة واحدة كده فمرضو بحنا بونك بس هو ما تكلموش عن التينيدازول الدكتور تكلم عنه بس ما قالش أنا جربته يعني بس هو نفس العيلة نفس المركب الكيميائي هو هو يعني فهكتب الحاجات دي في الصندوق بتاع الوصف يعني اسميهم هتلاقي هاشتاج كده قدامه الاسم بالعربي افتح فيه صندوق كده اسمه المزيد بتلاقي صندوق الوصف هتلاقي كل الاسامي دي موجودة مع كلمات مفتاحية عشان فيديو يوصل لكم ده بالنسبة للحاجات دي طبعا فيه ناس في التعليقات متكلمة عن اعشاب وكده اعشاب الشيح الشيح طبعا معروف ان في ما هو يعني مستقى من من المادة الارتميزين اللي في الشيح الارتميزيا نبات الشيح اسمه ارتميزيا بالانجليزي فيه مادة فعالة اسمها ارتميزين اصلا هي طارد للددان للحنشان يعني على حسب بعض الناس في الدول ما بتقول فهو يعني هم عيلة واحدة بس هالجرعة اللي هتبقى في الشيح هتبقى كافية لان الشيح فيه مواد تانية ممنوع تقدر يعني الشيح صعب انك تاخده اكتر من مرتين ثلاثة في الاسبوع كلمتان عنها عنه في حلقة لانه كان له حاجات برضو مع السكر كويسة لان فيه مواد تانية بتخش على المخ وتتنبه المخ وتنبيه ازاي الده ممكن يتعب الدين فيجيب هلواسة ويجيب مشاكل كتيرة يعني مادة شبه سامة يعني اكثر منه تدر فاحنا عاوزين مستخلصة في كاف سولاء اهلا وسهلا المادة الفعالة اللي في الشيح دي وان كان يمكن استخدامه بقى لحد الاتنى ناخده مرتين في الاسبوع ومفيش مشكلة فيه خالص فيه ناس اتكلمت عنها بتات تانية بس ما عرفش انا ما عنديش فكرة عنها هقية للأورام فعالة ولا لا ده بالنسبة يعني ملخص الاسئلة انا طبعا ايه محبتش اعضاء سؤال سؤال واجاوب عليه طبعا فيه ناس بتدعي وناس بتشكر وانا اشكرهم وارجو من الله تقبل دعائهم لكن انا محبتش امسك سؤال سؤال علشان بس ما طولش في وقت الحلقة كتير اكتر ما هي طويلة وان كان فيه بعض الناس تقولي الحلقة طويلة بس يعني اللي مهتم بمعلومة يا جماعة بيسمع كل حاجة اتقال عنها احنا مش بنتكلم في متشكورة ولا حاجة متكلم في حاجات صحية غاية في الاهمية اللي فعلا معاني مش هيقولك الفيديو طويل ابدا فاكتبو لنا الاسئلة بتاعتكم في التعليقات واذا جد جديد اذا جد حاجة جديدة خاصة بالموضوع ده سواء على الادوية دي او على غيرها وكان هذا الجديد بحث علمي متين ومحترم زي اللي عرضناه من اكتر من ثلاث سنين ووصلني لان مش كل طبعا الامحاس بتوصل للواحد يعني لان اتأخر في عرضه او حاجة زي كده زي الفيديو اللي هو بتاع الطبيب ده فده بالنسبة للموضوع ده النهاردة وان اشكر كل الناس اللي مشتركة في القناة والناس اللي بتعجب بالفيديو او يعني بتعمله شير عشان الناس تستفيد وبشكر الناس اللي هم اللي هم منتسبين للقناة هم عددهم قليل جدا الانتساب للقناة ده بيروح لتمويل البحث العلمي فجايز نقطة عنه جزء للتنمية القناة لكن هو الاساسي انه هيروح للبحث المصاريف اللي احنا بصرفه على الابحاث العلمية فلا اعود ساهم في حاجة زي كده اهلا وسهلا ويبقى ده اجر له عند الله يعني اه اشكركم الى اللقاء في حلقة قادمة وموضوع مهم جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة